يمكن في ظل الأجواء الهادئة دي حصل نوع من البروباجاندة الكبيرة على حديث عبدالله السعيد عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي السابق ونادي بيرامدس الحالي ويمكن الناس وهي بتتفرج عليها تقول لي يا خالد يا غندور انت مالك بعبدالله السعيد ممكن جمهور النادي المنافس يقولوا هذا الكلام لكن احنا يعني جوه اللعبة يعني عبدالله السعيد كل ما حدث له حدث بسبب ارتباطه وتعاقده مع نادي زمالك وكان ساعتها يعني زي ما انتوا فاكرين كان ساعتها رئيس نادي زمالك المسشار مرتضى مصور قال دي عملنا صفقة القرن أو صفقة مدوية أو صفقة الناس كلها هتتكلم عنها وبالتالي بدأ الجمهور في ذاك الوقت انا كنت ساعتها في قناة اخرى يعني في ذاك الوقت قاعد يقول لك هم جايبين مين فيه ناس قال لك قاعدوا يتطرقوا اللعيبة اجانب يتطرقوا اللعيبة افارقة ينزلوا الصور وبتدت الناس انا فاكر المسشار مرتضى طلع مع السيد احمد موسى بالعقد وقال له عقد اللعب هو وماضي بس انا مش هوريك مين من اللعب دوت وبتدت تكاهنات كبيرة جدا على السوشيال ميديا يا ترى مين يا ترى مين يا ترى مين لم يتوقع احد عبدالله السعيد ثم ابتدت الناس في الايام الاخيرة تروح بقى انه ده يظهر ان هو نجم كبير ونجم اهلاوي يعني الى ان الناس عرفت ان هو عبدالله السعيد وكانت يعني ضربة مجعة جدا جدا للمنافس لان عبدالله السعيد افضل صانع العاب في مصر وكان في ذاك الوقت من افضل اللعيبة وكان لعب مؤثر بصورة كبيرة جدا جدا داخل النادي الاهلي وحتى الان لم يستطع النادي الاهلي تعويض غياب هذا اللعب بقيمته داخل الملعب لا نختلف ان اي لعب هيمشي من اي نادي كبير زي الاهلي وزي الزمالك اللعب مش هيفرق اوي زي ما النادي يعني اللعب اللي هيفرق مع النادي خنين متفقين يعني نادي الاهلي بيكسب طول الوقت بطولات الزمالك بيكسب طول الوقت بطولات الناديين ناديين كبار لكن احنا بنتكلم في ذاك الوقت يبقى لاعب مهم ولاعب مؤثر مع منتخب مصر ومع نادي طوال ست سنوات قضاها عبدالله السعيد في النادي الاهلي طب ايه قصتنا مع عبدالله السعيد احنا كزمالك ايه ايه قصتنا مع عبدالله السعيد ولا حاجة احنا بكل احترام وبكل مفاهيم كرة القدم وبكل قوانين كرة القدم تعاقدنا مع اللاعب تعاقد شرعي في الوقت المسموح بيه بالتعاقد مع لاعب حر يستطيع التفاوض مع نادي اخر في فترة الست شهور ما قبل انتهاء تعاقده وده اللي حصل وكان شطارة من مجلس الادارة وشطارة من المشرف العام امير مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور والكابتن اسماعيل يوسف دول الاربعة اللي كانوا عارفين موضوع عبدالله السعيد ما كانش فيه حد في نادي الزمالك خالص عارف الموضوع ده بما فيهم انا وبما فيهم اعضاء مجلس الادارة اخرين بما فيهم يعني ما حدش كان عارف الموضوع خالص هم اربعة بجانب عبدالله السعيد واحد صديق عبدالله السعيد وكمان كان في ذاك الوقت وكيل اللي عابين اعتقد سيد مراهي دول اللي كانوا عارفين القصة وحالفين ان ما فيش حد يعرف لان في ذاك الوقت كان شرط عبدالله السعيد ان محدش يعرف ابدا انه مضى لنادي الزمالك وانه تقادى الاجر وكان في ذاك الوقت لان طبعا هتكون حاجة قوية جدا كان عايز يغير مدارس ولاده كان عايز يلعب والغريبة بقى والعجيبة ان عبدالله هو ماضي اللعب للنادي الاهلي مطشاط ومطشاط مهمة وكان لعب مؤثر وجاب جوان وهو انتهى يعني كان عقده بينتهي ومضى لزا مالك قريدي اساسا وكان بيلعب وبيتقلق وبيجيب جوان يعني عقده بما يرضي الله مش خاف باعلى رجليه مش بيأثر في الملعب هو العيب شوية عبدالله من العيبة الانطوائيين يعني انطوائي شوية ما بيتكلمش كتير ما بيطلعش في الاعلام كتير عشان كده ما طلع في موقع بريطاني واتكلم بهذه الحدة وهذه القوة الناس استغربته الناس هجمته يعني انا بكلمكم كاعلامي في اعلامين هتلاقيهم عندهم حاجتين عندهم كيان كبير جدا اسمه النادي الاهلي والكيان ده بيشجعوا ملايين وعندهم لاعب لا حول له ولا قوة فالاعلامي بيفكر يقولك عم انا حتى لو شايفنا عبدالله ليه جزء من الحق انا لو دفعت عنه هستفيد ايه لكن انا ادافع عن الكيان الكبير اللي بيدافع عنه ملايين يعني عشان ما حطش نفسي في يعني انا اكسب انا اكسب لو دفعت عن الكيان واخسر لو دفعت عن عبدالله السعيد لكن انا منطقي في الاعلام انا اكسب لو قلت الحق او اكسب لو قلت اللي انا مقتنع به نادي الزمالك كان ممكن يأذي عبدالله يأذي عبدالله بمعنى يأذي عبدالله لان عبدالله خد فلوس ومضى على استلام الفلوس اربعين مليون جنيه خدهم عبدالله ومضى على العقود كلها وخلاص ده بقى لاعب في نادي الزمالك كان ممكن يوقفوا كان ممكن حاجات كتيرة قوي تحصل والنادي الاهلي لم يكن قادرا ابدا على انه يرجع عبدالله السعيد خلاص حتى في الايام الاخيرة ما انا عرفت سيد ماري قال لي لو انطبقت السماء على الارض ان عبدالله يرجع في كلامه انت ما تعرفش عبدالله تقول لي ايه ما عرفش عبدالله قال لا يمكن عبدالله يرجع في كلامه لا يمكن عبدالله في نادي الزمالك السنة الجاي خلاص فاش هزار تمام اقول لكم شوية كواليس اول مرة تعرفوها طيب مرة واثنين واثنين يا جماعة احنا دايما بند شعارات رنانة نقولك ايه اي لعيب يمشي هو الخسران اي لعيب يرفض ونلعب في نادي جبير ونادي شعبي زي الزمالك والاهلي هو الخسران اللعيب ده احنا في عالم الاحتراف انا ممكن اتعاقد مع اي لعب في اي وقت وهم بالمنطق والعقل هو عبدالله السعيد كان لعبا ونجما في النادي الاسماعيلي ولم يكن تعاقده انتهى ونادي الاهلي حاول التعاقد معاه في وقت لم يكن مسموح به لدرجة ان عبدالله السعيد استخبه في شقة في الدور مش عارف العاشر ولا السابع ولا الثامن في مقرم عبيد لأحد تجار السيارات يعني المعروف في الاسماعيلية وفي مصر واستخبه هناك الى ان تم الموافقة على بيعه للنادي الاهلي كتقصة وحكاية ورواية وكان عمل مشكلة في الاسماعيلية وقلع الفانيلا والجمهور الاسماعيلي قلب عليه كتقصة كبيرة والنادي الاهلي استطاع انه يفوز بعبدالله السعيد وينهي التعاقد معاه يعني اذا النادي الاهلي خد عبدالله السعيد من النادي الاسماعيلي وكان نجما في النادي الاسماعيلي نجما كبيرا في النادي الاسماعيلي كان نجما من اهم من نجوم الاسماعيلية ومن اهم من نجوم مصر يعني عبدالله السعيد راح بشكل الاحترافي الى النادي الاهلي والنادي الاهلي تفع تمنه للنادي الاسماعيلي تمام اما جاء عبدالله لعب ثلاث سنين في النادي الاهلي في الأول لم يكن لعبا مهما قوي لأن كان فيه أبو تريكا وكان فيه أكتر من لعب ما اعتزلش وكده ثم بعد اعتزال مجموع من اللاعبين زي بركات زي أبو تريكا زي ما عفش بدأ عبدالله السعيد يبقى نجم في النادي الأهلي الثلاث سنوات اللي بعد كتر أو الاربع سنوات اللي بعد كتر لأنه لعب ست سنين في النادي الأهلي طيب النادي الأهلي كان من المفترض أن في دهك الوقت إما يعرف أن عبدالله السعيد مضى لزا مالك يقول له مع ألف سلامة والقلب دعيلك إحنا ما بنقفش على لعب مين أنت عشان نبقى عايزين نرجعك إنت رحت للنادي المنافس يلا جوا هاد في طريقك يا باشا وإحنا هندور على صفقة جديدة وهنجيب لعب جديد تمام ده كان من المفترض اللي يحصل لكن محدش بيتكلم في النقطة دي يا جماعة النادي الأهلي بقيمته بتاريخه بقيمه بمبادئه من المفترض أنه إما ييجي يجيب اللاعب وعبينين يدوروا عليه وعايزين يلاقوا أي حل عشان يبوزوا فكرة تعاقده مع الزا مالك فتواصل في ده كالوقت المستشار تركي قال الشيخ مع عبدالله وقال له عبدالله أنا هديك الفلوس اللي 40 مليون بتعالى ارجع عبدالله قال له مش هيسيبوني مش هيخلوني ألعب قال له لا ملكش دعوة خصوصا يا جماعة لو أنتوا بس نفسين أن الوقت ده كان قبل شهور من كأس العالم يعني كان عبدالله كلام ده كنا عرفنا شهر أربعة شهر تلاتة حاجة زي كده يعني وكان فاضل تلت شهور على كأس العالم تلت شهور على كأس العالم وعبدالله لعيب أساسي وأهم لعيب بعد محمد صلاح في منتخب مصر كأس العالم وبالتالي دي أهم بطولة فقال له لا على ضمانتي ومعرفش إيه وداله الفلوس كاملة اللي خدا إذن تقاض عبدالله السعيد اللي 40 مليون خدهم من المشهور تركي للشيخ ورجحهم للزمالك والفلوس اللي خدا من الزمالك فضلت في البنك عنده تمام إنه ممكن يكون صرف جزء منها اشترى حاجة بتاع لإنه خلاص كان عنده يقين إنه رايح المفروض بقى ومحدش بيتكلم عن هذا الموضوع هذا النادي الكبير إزاي يجيب لعب إزاي يجيب لعب ويمدد على تعاقده كان أول مرة في التاريخ إنه لعب عقده انتهى يمدد تعاقده بتادوا يشوفوا حلول يعني نعمل إيه ما هو في عقد مع الزمالك فإحنا عايزين نمدد العقد قبل ما الزمالك يطلع العقود بتاعته وفي ذاك الوقت المستشار المرتضى قاعد يقولك في ذاك الوقت أنا عليه مش عارف ستين مئة مليون دولار شرط جزائي مش عارف حاجات كده يعني مبلغ كان كبير جدا جدا والمستشار تركي الشيخ عشان يهدي المستشار المرتضى ابتدى اشترى منه لعيبة بستين مليون وسعيبة باربعين مليون وابتدى يساهم في بعض الصفقات ثمنا لي إن المستشار مرتضى منصور ما يكلمش عن هذا الموضوع وإن يكون في حل للعبد الله وإنه ما يتوقفش خصوصا إن إحنا داخلين على كاس العالم طب إزاي نادي الأهلي بعد ما يمضي عبد الله يقولها يلا يا باشا روح مع ألف سلامة طب ما تقوله من الأول روح مع ألف سلامة هي دي المبادئ الطبعية والقيمة الطبعية إن أنت تقول لعب ما اخترقش واختار إنه ينتقل لنادي آخر وهو أساسا جي فوضك وقالك لو سمحت أنا عايز أجدد معاك قلت له لأ هو مبلغ معين طب زودهولي لأ إحنا عندنا سقف والله لو شوف مصلحتك في أي نادي تاني الراجل شاف مصلحته ما ده الاحتراف يا جماعة اللي إحنا بنتكلم عنه لكن طبعا في لوم على عبد الله السعيد أنه بعد ما تقاضى ومضى للزمالك استطاع أيا كان أنه يقنعه أنه يرجع لنادي الأهلي ودفع تمن خطأه ده لأن مسؤولين النادي الأهلي ما كانش عندهم فكرة غير الانتقام من هذا اللعب بينتقل منه خلاص إن زي أنا أجي مضيه وبعد كيه أقول له معلش عبد الله وأجهش بالبكاء وكان زعلان وبتاع وبعد كيه فجأة أقول له تاني يوم بقولك إيه يلا مع ألف سلامة طب ما أنت ما تقول له مع ألف سلامة من الأول إيه معنى أن أنت تمضيه وتقول له لا مش عايزينك إيه الإنتصار يعني إيه الإنتصار الإنتصار على مين على الزمالك إنتصار على إيه ما انتخدت إيهنه قبل كده انتخدت مؤمن زكريا ربنا شفيه وعفيه ما انتخدت لعيبة كتيرة جدا من نادي الزمالك كانوا لعيبة مهمة جدا وانتهى تعاقده ومنتقله ما انتخدت رضا عبد العال يعني خلاص يعني الموضوع ده طبيعي ما انتخدت إيهنه يعني يعني طارق السعيد ومحمد صدي يعني خدت لعيبة يعني إيه القصة يعني ده احتراف يا جماعة فبرضه ما حدش يتكلم في النقطة دي إزاي طب هقولك حاجة مش النادي الأهلي مدد مش النادي الأهلي مدد عبد الله السعيد مدد تعاقده سنتين أو ثلاثة وعقده كان خلاص بيخلص كان ممكن جدا عبد الله السعيد ما ييجي النادي الأهلي يقول له امشي مش عايزينك يقول له مش ماشي يا باشا هاتلي الثلاثة السنين اللي انت مددهم لي وهاتلي فلوسهم بالكامل لإلا هاشتكيك في الاتحاد الدولي كان ممكن يعمل كده زي ما أجايه قالك مش ماشي اللي ما تدوني فلوسي كلها لأنه عنده عقد رسمي وتم تمديد التعاقد في الاتحاد الكورة راحوا ماشي من النادي الأهلي لاتحاد الكورة وعبد الله راح ماشي مدد التعاقد ورجع فاكرينك تصوير بتاع بدعم ما ماشي وكده كان ممكن جدا عبد الله يقول لك لا هات فلوسي كلها هات تعاقدي كله لكن ما عملش كده لأن المسرر تركي قال الشيخ في ذاك الوقت تدخل تدخل وبالتالي فكرة ان عبد الله محجوز على فلوسه من محكمة مصرية وهي قضية ما بين نادي سعودي ونادي مصري ولاعب مصري بيلعب في أهلي جدة السعودي ثم عادة مرة أخرى كان من المفترض لا يمكن أن يباع لنادي في مصر فتم الاستغناء عنه ولم يباع قصة وقانون وحكاية ورواية ما ليش علاقة فيها القانون هو اللي بيفصل فيها ولكن اللي بيفصل فيها هي المحكمة الرياضية الدولية الكاس هي اللي بتفصل في هذا الموضوع لا يستطيع أحد انه يحكم في قضية مدنية في قضية يعني انت بتحكم على أي أساس ده عقد كروي عقد كورة ما بين لاعب ونادي سعودي ونادي مصري إزاي المحكمة المصرية التسوية والمزاعد تحكم في حاجة زي كده وتحجز على فلوس اللاعب الفلوس اللاعب يتحجز عليها من أو أو بيدفع زي كهربا كده هل أنا ممكن أخد مثلا حكم يعني مثلا كهربا بعض الناس قال لك إيه ده هيروح خلاص لمحكمة مصرية فالناس يقول لك محكمة مصرية يعني أنت بتكلم فيه ده حكم بات ونهائي خلاص محكمة الكاس الناس تدت تقول كده وتروج لده هل ممكن كهربا دلوقتي يروح لمحكمة مصرية وياخد حكم وينفذ لا محكمة الكاس الرياضية هي المنوطب ده واللي هيكون فيها حكمها أنها يخلل شهرين من دلوقتي لكن ده ارتباط عبدالله كان ممكن من من خمس سنين فاته أو من أربع سنين فاته احنا بنتكلم على قبل كاس العالم بشهرين ثلاثة فحصل إيه بقى عبدالله ليه ما تمسكش أنه يفضل في النادي الأهلي لأن كان لو فضل في النادي الأهلي يقعد ثلاث شهور مايلعبش أو أربع شهور مايلعبش وبالتالي عنده كاس عالم فابتدوا يلاقوا حلول عايزين يلاقوا حلول فسافر فنلندا يلعب عشان بيبقى اسمه بيلعب في نادي وبيلعب عشان يفضل موجود في المنتخب مليماً وحداً في بقاء عبدالله في رحيله لفنلندا في رحيله لأهلي جد ولكن النادي الأهلي أصر على أيضاً أنه ياخد 2 مليون دولار وحاجز على 50 مليون جنيه ناس كتير بتستقطر على أنه عبدالله يتكلم ويقول وجهة نظره ويتكلم مع موقع سواء بقى الموقع غريب يعني أنه يتكلم مع موقع بريطاني لأن بوضل موقع بريطاني يعني بيهتم بقراءه قراءه من البريطانيين قراءه من الأندية الإنجليزية قراءه من المهتمين بحال الكراء العالمية لكن عبدالله ليس لعباً معروفاً في انجلترا أو لعباً معروفاً يهتم بقضيته الكراء البريطانيين لكن في النهاية ده اللي حصل